وفي أعقاب جلسة المباحثات أدل سعادة وزير الخارجية بياناً إعلامياً أعرب فيه عن ترحيبه بمعالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة في زياراتها الأولى لمملكة البحرين وقال إن جلالة الملك المفدى أكد خلال استقباله للوزيرة على دعم مملكة البحرين للمساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الليبية من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في كفة أنحاء البلاد ومن جديبها أنثنت الوزيرة الليبية على دعم مملكة البحرين لأمن واستقرار ليبيا وعقدت مع معالي الوزيرة مباحثات مطولة تميزت بالصراحة والشفافية والشمول وتدارسنا خلالها مسار علاقات الأخوة الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات الحيوية التي من شأنها تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين كما تدارسنا تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا الشقيقة والجهود التي تبدلها حكومة الوحدة الوطنية الليبية والأمم المتحدة والدول الداعمة من أجل الوصول إلى حل سياسي للوضع ليبيا يحفظ سيادة واستقلال ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها ويوقف التدخل في شؤونها الداخلية ويؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر تشرفت اليوم بمقابلة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة نشكر له كرم الضيافة وسعة الترحيب رسخت في ذهني خلال لقائي به عدة نصائح ذهبية أولا ما نتمناه لليبيا نتمناه لأنفسنا وأن المفتاح لاستقرار ليبيا يعتمد على الحوار والحكمة والصبر هذه الدروس المستفادة من جلالته تعد مفتاحا لاستقرار ليبيا وهذا ما أكده جلالته ومعال وزير الخارجية من دعمهم لمبادرة استقرار ليبيا التي ستعقد بإذن الله في هذا الشهر مباركة جلالة الملك ووزير الخارجية لجهود حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من شأنها تعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم الدبلوماسية ليبيا خلال هذا الوقت الحرج المليء بالتحديات وصولا للاستحقاق الانتخابي فنشكر دولة البحرين لؤلؤة الخليج على دعمهم وعلى استقبالهم لنا اليوم ونتمنى أن تكون هذه بداية أواصل التعاون المشترك بين البلدين شكرا جزيلا شكرا جزيلا